السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم ابناء و بناتي طلبات الطلباء وطالبات الشهادة الادادية ان شاء الله نحل النهاردة محافظة قلب بحيرة علوم اللي امتحانون النهاردة نبدأ على طول عشان الوقت اختر اجابة صحيحة من بين الاقواس اي من المواد الاتية لا تعطي ناتج اسود عند تسخينها طبعا لم يبدوش ناتج اسود اللي هو اكسيد الزقب بدي مادة فضية اللون جميع العناصر التالية تحل محل هيدروجين الحمض ما عادة خدوا لكم كلمة ما عادة طبعا الزهب جميع الوحدات التالية تستخدم لقاشة الطيار ما عادة كله بيستخدم الامبير كله مع الثانية فلط على الام ما عادة جول على ايه كلهم طبعا دي مكررها في الامتحانات اللي فاتت رقم اربع الهرمون الذي تفرزه الودة النخمية وعمل على ضبط معدى النمو والعضلات هو هرمون النمو كلام جميل وسهل وحلو طيب اللي بعده اذكر اهمية او استخدام كل مما يأتي المحاولات الحفزية في السيارات الحديثة طبعا معالجة الغازات الضرة الناتجة عن احتراق ايه الوقود خط ياريت يكون واضح بدل من نوعد نكتب تاني وده موجودة سهل عندنا القفزات والملابس التي يرتديها اخصى الاشعب المستشفيات لحمايتهم من المواد المشعة لانه يبقى فيها خطورة زي ما انتم عارفين ما اهمية المتردد اضاءة المنازل والمصانع وتشغيل الاجهزة الكهربية الاجهزة الكهربية الجينات تتحكم في اظهار تتحكم في اظهار الصفات الوراسية للكائن الحي نشوف مع بعض المسألة اذا لازمها بس لشغل يبقى شين غين اعطاهال عشرين جو لنقلك المياه من الكهربية اربعين كل مقاومة ميم بالساوي اربعين حاجة عايش شدة طيار طبعا القانون اللي هنستخدمه ميم بالساوي جيم على ته طيب بس نستبدل بقى لو سمحت اته اطلعي مكان ميم وميم مكانك تمام خلاص يبقى الوقت هنا المطلوب الات المقاومة موجودة خلاص بس هنا اعطيني الشغل واعطيني كمية الكهربية من الاتنين دول اجيب فرق الجهد يلا فرق الجهد جيم شين غين على كمية الكهربية الشغل عشرين كمية الكهربية اربعين صفر مع صفر بقى فيها ايه نص فولت نص فولت يبقى الشغل عندها عشرين وكمية الكهربية اربعين يبقى فيها النص يبقى نقول هنا نص فوق خمسة من عشر يعني خلاص والمقام أعطاه لكام عشرة خلاص هندرب بسط ومقام فعشرة عشان ما نطلخبطش يبقى خمسة على مية يعني خمسة من مية أمبير مسألة حلوة بس فعل حسابات بتاعتها يعني ايه ممكن تلخبط ما المقصود بكل مما يأتي تعريف الكروموسوم طبعا الكروموسوم هنقول يتركب يتركب كيميائيا من وبروتين الزنول يتركب من اتنين كروماتيت بينه من نقطة السنترومير اللي اتنين صح الأمبير هو واحدة قياس شدة الطيار اذا هو شدة الطيار المار في موصل شدة الطيار المار في موصل خلاص به كمية من الكهربية مقدرها واحد كولوم في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة الطيار المستمر هو طيار ينتج من الخلايا القهرو كيميائية وهو موحد الاتجاه والشدة المفهوم الالكتروني لعملية الأكسادة هي عملية كيميائية ينشأ عنها فقد الالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي ماذا يحدث عند تلامس موصلان مشحونان وكان الجهد الكهرباء لأحدهم اكبر من الجهد الكهرباء الاخ يمر الطيار من الاكبر الى الاقل ارتفاع مستوى سكر الكولوكوس الدم على المستوى الطبيعي يتم افراز هرمون الانسولين من البنكرياس وضع قطع صغيرة من السودين في كأس بها ماء يتصعد غاز الهيدروجين الذي يحدث صوتا او انفجار وتتكون هيدروجسيد او يتكون هيدروجسيد السوديوم تزوج فردان نقيان مختلفان في زوج من صفاتهما المتضادة فردان نقيان مختلفان في زوج من صفاتهما المتضادة لاثنين نقيان تمام يعني اركبت اركبت مع في زوج من صفاتهما المتا ينتج في الجيل الاول ينتج في الجيل الاول مية في المية صفة سائدة وفي الجيل التاني وفي الجيل الثاني ثلاثة سائد الى واحد متنح ده طبعا نص القانون الاول عندنا رسمة الدائرة في الدائرة الكهربية الموضحة بالرسم اذا كان فرق الجهود بين طرفين المقاومة بيستغل قوة الدفعة الكهربية الكلية الاعمدة علما بأن واحد ونص فولت القوة الدفعة لكل واحد ونص يعني ده واحد ونص وده واحد ونص وده واحد ونص وهنا واحد ونص في بطاريات لسه لا هنا واحد ونص طبعا هنا توازي يبقى كان نها بطاريات واحد خلاص يبقى هنا واحد ونص بس يبقى نعد كده واحد ونص واحد ونص ثلاثة وثلاثة وثلاثة ست طيب هو عاوز شد الطيار انا عندي مين بيستغل جيم على تيه طيب ما انطلعته كده النهية دي يبقى جيم على مين جيم كام فرق الجهود كام لسه مطلعين وسته المقاومة طيب ثلاثة يبقى شد الطيار السوى كام اتنين امبير ولازم اكتب واحدة القياس عشان الاجابة تبقى مصبوط بعد كده اكتب المصطلح العلمي بحاول اصرع شوية عشان بس ايه يلحق يوصل لكم ان شاء الله الخريطة الوراثية الجينيوم البشري الممنع يعني المقاومة المقاومة الصفات غير قابلة الانتقال المكتسبة الصفات المكتسبة مواد كميائية الانزيمات طبعا استعجلت ليه اه في واحد او طالب او طالبة يقوله الوقت العام الحفاظ لا هو قال لي بيولوجية يبقى الانزيمات اللي في جسمنا خلاص هي بتعمل كعوامل ايه حفاظ المراكبات الايونية تفاعلتها سريعة لانها تتحوق تتفكك الى ايونات تمام ايونات واحد قياس الشحنة القهربية الكولوم الكولوم من الصفات المتنحية في نبات البازلاء شكل القرون المنتفخ طبعا الغلط يبقى هنا المنتفخ يبقى ايه المحزز الحفاظ بخفض ايه سرعة يبقى انا زيادة وفينا ايه خفض خدوا بالكم من الحاجات دي وما عشي هتفرق بس انا عرف بس عشان ايه الاجيال اللي لسه وامتحنتش اكمل اكمل العبارات الاجيال طبعا اصر حرارة هنا هيبقى هنا اتنين ان ايه ان او زائد او وزن المعادلة مهم يا جماعة وزن المعادلة مهم خلاص ان ايه طبعا دي غلط خلاص تفرز الغدة تفرز الغدة الضركية هرمون نقط المسؤول عن الكالسيوم يبقى الكالسيوتونين الكالسيوتونين وما تلاقوا كلمة كده السموة مقاطع ماغنيسيا ما يطرد النحاس ترده صح ويدخل مكان خلاص والام كابتل طبعا ام جي ام جي اس او فور ام جي اس او فور ان شاء الله انت حاول تدخل واطس معايا ضروري ورقم الواطس هو بكتبه يجي خمسين الف مرة الوقت زير احد اربعة تسعة ستة صفرين تمانية اربعة تسعة عشان ان شاء الله اعمل لكم جروب ولا سنوي بازن الله ناخد فيه تريح اسبوع والعشر تيام وناخد فيه حصص تأسيسية كيميا فيزياء الاحياء عشان تبقوا زي الفل لما تجي تدخلهم المدرس خلاص يبقى هنا الكالسيوتونين يبقى ده الواطس عشان فيه ناس بتسأل عليه يبقى زايد يبقى طرد النحاس يبقى النحاس ايه اللي طلع هنا نقط معدل بارتفاع درجة الحرارة هنا يزداد يزداد علل القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة في الانسان لانه لان لان جين لان جين القدرة على لف اللسان سائد على جين القدرة على عدم لف اللسان حسب مبدأ السيادة التامة تزداد مقاومة الموصل الكهرابي بزيادة طوله مقاومة الموصل المقاومة نفسه لان طول السلك معنى ممانعة للطيار أكثر لان طول السلك معناه ممانعة للطيار أكثر وبالتالي وبالتالي تزداد مقاومته ظهور لون فضة عند تحسحين أكسيد الزئبك الأحمر لتكون الزئبك لتكون الزئبك وهو لونه فضي وتصعد غاز الأكسوجين وتصعد غاز الأكسوجين تتكون مادة سوداء عند تسخين هيدروكسيد النحاس الأزرق لتكون 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 أكسيد النحاس نتيجة تحلل هيدروكسيد النحاس وضح لأسس الراسية تزاوج أحمر هاجين مع نبات طماطم أخضر أر 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 أعيز الصفات طبعا هنا أركبتل هنا أر 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 طبعا تطلع النسبة خمسين في المية وخمسين في المية دي جاميتس ده المذكر هنا المؤنس نعمل الجدول طبعا فيه ناس من دايق من الجدول وبصراحة بتكلموا أسلوب وحش فيعني نركوا الاحترام يعني فيه واحد للأسف مدرس تقريبا يعني كل شرعك حلو في كل حاجة مع ده عملية الجداول وحشة قوي وحشة قوي عشان حضرتك ما انتش عارف بس معليش لمقص لأول مرة أقول لك المادي هنا خمسين في المية خمسين في المية وانهوت ايه خمسين في المية يعني ايه برضو ده الجيل والناتق خمسين في المية ابيض اه اخضر خمسين في المية اخضر وخمسين في المية ايه احمر ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضمياط الجديدة الى اللقاء وما تنسوش الاشتراك معنا في الواتس عشان هنعمل جروب واتس قولة سنة وان شاء الله هيبقى فيه تأسيس كيميا فيزياء احياء ان شاء الله مع مستر مصطفى رجب الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته